الوزراء اليوم تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد الشيخ القزواني رئيس الجمهورية ودرس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية التأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة المرابطون للألبان والإنتاج الزراعي شيم ميم ميم تأتي اتفاقية تأسيس موضع المرسوم الحالي لتمكين الشركة المرابطون للألبان والإنتاج الزراعي شيم ميم ميم من إنشاء وحدة يتاج متجات الألبان والمشروبات في وادناغا بولاية الترارزة ومشان هذا المشروع البالغت تكلفته 326 مليون و6046 ألف أوقية أن يساهم في تلبية حاجات السوق الوطنية مع ما سيكون له من تداعيات اقتصادية واجتماعية هامة من خلال خلق 68 وظيفة مباشرة و200 وظيفة أخرى غير مباشرة فضلا عن التكوين المهني للعمال الوطنيين الذين يوظفهم مشروع الذين يوظفهم مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والشركة الشنقيط فارما خاء ألف تأتي اتفاقية التأسيس موضع المرسوم الحالي لتمكين شركة الشنقيط فارما خاء ألف من إنشاء وحدة لإنتاج الأدوية في نواكشوت ومشان هذا المشروع البالقة تكلفته 683 مليون 726 ألف وأربعمائة يوقية أن يساهم في توفير بعض الأدوية الأساسية محليا مع ما سيكون له من تداعيات اقتصادية واجتماعية هامة من خلال خلق 67 وظيفة مباشرة و200 وظيفة أخرى غير مباشرة فضلا عن تكوين المهن للعمال الوطنيين الذين يوظفهم مشروع مرسوم يتضمن إعادة تنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الشركة الوطنية للتنمية الريفية سونادير يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إعادة تأطير مهام الشركة الوطنية للتنمية الريفية سونادير وتوسعها بغية لاستفادة المثلى من مواردها وتعزيز قدراتها على التدخل مشروع مرسوم يلغي وأحل محل بعض ترتيبات المرسوم رقم 217-2007 الصادر بالتاريخ الثاني عشر دجمبر 2007 المعدل بالمرسوم رقم 040-2009 الصادر بالتاريخ الثامن والعشرين يناير 2009 المتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية لذات طابع إداري تدعى مؤسسة إعادة تأهيل وتجديد مدينة الطينطان يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة إعادة تأهيل وتجديد مدينة الطينطان وذلك مراعاة لبعض تغيرات المؤسسية الطارئة بعد المرسوم رقم 217-2007 الصادر بالتاريخ الثاني عشر دجمبر 2007 المعدل بالمرسوم رقم 040-2009 الصادر بتاريخ الثامن والعشرين يناير 2009 مشروع مرسوم يتضمن تعين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار وقدم وزير الشهور الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل وقدم وزير المياه والصرف الصحي بيانا يتعلق بمشاركة بلادنا في المنتدى العالمي التاسع للمياه يرمي هذا البيان إلى التعريف بالمنتدى العالمي للمياه واقتراح الإجراءات المتعلقة بمشاركة بلادنا في هذا الحدث الهام المسمع تنظيمه في العاصمة السنغالية دكار في الفترة ما بين الواحد والعشرين إلى السادس والعشرين مارس الفين واثنين وعشرين وآخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية وزارة الداخلية واللامركزية ديوان الوزير مكلفين بمهام صل صيد إداري بوزارة الداخلية والي انشيري سابقا عبد الدائم للمصطفى إداري بوزارة الداخلية والي مساعد بولاة أدرار سابقا محمد المصطفى وللصديق إداري بوزارة الداخلية موظف بنفس الوزارة سابقا مستشار فني زايد لذان والفالمو إداري بوزارة الداخلية موظف بنفس الوزارة سابقا الإدارة المركزية مديرية التعاون والدراسات والبرمشة المدير السلك والمحمد الصغير إداري بوزارة الداخلية موظف بنفس الوزارة سابقا الإدارة الإقليمية ولاية الحوض الشرقي الوالي السلم والسيدي إداري بوزارة الداخلية والي تير الزمور سابقا مقاطعة تنبدقة الحاكم محمد والنامي إداري مساعد بوزارة الداخلية حاكم سيل بابي سابقا مقاطعة أمرش الحاكم عمر والشيخ واللعلي إدارة بيزارة الداخلية حاكم جيغاني سابقا مقاطعة جيغاني الحاكم محمد الحسن والديا حاكم مقاطعة أمرش سابقا ولاية الحوض الغربي الوالي المختار الطالب حندا والي ولاية تقاند سابقا مقاطعة كوباني الحاكم محمد حرمة والمحمد المختار إدارة بيزارة الداخلية حاكم مقاطعة مقطع الحجار سابقا ولاية العصابة المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية محمد عبدالله فال إداري بوزارة الداخلية أمين عام جهة جورغل سابقا مقاطعة باركيول الحاكم المساعد أحمد بويبكر إداري مساعد بوزارة الداخلية أمين عام مقاطعة المدردر سابقا مركز العويس الإداري رئيس المركز الغيث ولسيد محمد موظف بوزارة الداخلية والمركزية رئيس مركز الأحرش سابقا ولاية البراكنا الوالي الطيب والمحمد محمود إداري مساعد بوزارة الداخلية والي جيد ماقا سابقا مقاطعة مقطع الحجار الحاكم أحمد والمحمد والقاقية إداري مساعد بوزارة الداخلية حاكم كوباني سابقا ولاية الترارزة الوالي مربيه والبنن إداري بوزارة الداخلية والي البراكنا سابقا ولاة أدرار الوالي عبدالل رزاق جك إداري بوزارة الداخلية أمين عام جهة الحوض الشرقي سابقا الوالي المساعد سيداتي للقطب إداري بوزارة الداخلية مستشار مكلف بالشؤون الإدارية والقانونية بولاة تير الزمور سابقا ولاة تقانتس الوالي حمد بالي يترى إداري مساعد بوزارة الداخلية والي أدرار سابقا ولاية جيدي ماقة الولي ملاي إبراهيم الملاي إبراهيم إداري بيزارة الداخلية والي ترارز سابقا مقاطعة السيري بابي الحاكم محمد والعبدالله إداري بيزارة الداخلية حاكم تنبتقى سابقا مقاطعة وليجة مركز لحرش الإداري رئيس المركز إبراهيم والسيد أحمد إداري بيزارة الداخلية رئيس مركز العويس الإداري سابقا ولاية تير الزمور الوالي محمد المختار والعبد إداري بوزارة الداخلية والي الحوض الغرب سابقا المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية نيانج الشيخ التشاني أبو الولي إداري بوزارة الداخلية حاكم مساعد باركاول سابقا ولاية وينشيري الوالي طفيلمت محمد إدارية بوزارة الداخلية مديرة التعاون والدراسات والبرمجة بنفس الوزارة سابقا وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية إبراهيم فال بابكر الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية في وزارة الزراعة سابقا وزارة الصيد والاقتصاد البحري الإدارة المركزية مديرية تنمية وتثمين المنتجات المدير محمد ولمبارك المدير المساعد لنفس المديرية سابقا المدير المساعد الشيخ ملعينين أحمدنا محمد فاضل رئيس مصلحة تذمين المتجات في نفس المديرية سابقا وزارة الزراعة الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية محمد المحمد الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية في وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي سابقا